هل يحدث حمل بعد الغسل من الدورة بيوم لمعرفة الإجابة تابعوا الفيديو ده ولايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد النهاردة هنتكلم عن سؤال بيجي في بال كتير من السيدات خصوصاً اللي بيبحثوا عن الحمل أو بيحاول يمنعوه هل ممكن يحصل حمل بعد ما تدوره بتنزل بيوم؟ تعالوا نفهم سوا دورة الطمس بتحصل ازاي تخيالي جسمك زي ساعة كل شهر بتزبط نفسها علشان تستعدي للحمل في فترة معينة بتطلع بوايدة واحدة من المبيض والبوايدة دي بيكون مستنية الحيوان المنوي عشان يحصل تلقيح وبيحدث الحمل عندما يلطق الحيوان المنوي بالبوايدة المنوي بيتم اطلاق البوايدة من المبيض في منتصف الدورة الشهرية وبتكون صالحة للتخصيب لمدة 12 ل24 ساعة يمكن ان يعيش الحيوان المنوي في الجهاز التنسولي الانسوي لمدة تصل الى خمسة ايام علشان كده افضل وقت للحمل هو خلال الايام اللي بتزبط التبويض وحتى يوم التبويض نفسه فلو حصل التعلاقه خلال الفترة دي فان فرص الحمل بتكون عالية هل ممكن يحصل الحمل بعد الدورة بيوم؟ السؤال ده بيختلف جوابه من 6 للتانية لان كل واحدة دورتها بتختلف عن التانية بشكل عام احتمال يحصل الحمل بعد الدورة بيوم مش كبير من السيدات اللي ممكن يحصل الحمل عندها بعد الدورة؟ او بشكل اضاق متى يحدث الحمل بعد الدورة؟ واحد السيدة اللي دورتها قصيرة زي ما شرحت في كيفية حساب ايام التبويض بنترح 14 يوم من مدة الدورة فلو السيدة بتجي لها الدورة كل 21 يوم يوم التبويض اليوم السابع تاني حالة ان الحيوانات المنوية تقدر تعيش لمدة 5 ايام وفي بعض الحالات النضرة بتقدر تعيش لمدة 7 ايام تالت حالة الدورة الغير منتظمة امتى تكون فرص الحمل اعلى اعلى فرص الحمل بتكون خير الفترة الاباضة وقبلها بيومين او 3 ايام علشان كده لو كنت بتخططي للحمل ممكن تستخدمي تطبيقات خاصة عشان تعرف دورتك الشهرية وبتحديد ايام الاباضة او لو مش عارف اكتبي لي في التعليقات مدة الدورة الشهرية بتجيلك كل قد ايه وانا هقولك ايام الاباضة لو كنت شك انك حمل ممكن تلاحظي بعض الاعراض زي التعب والارهاق زيادة حساسية السادي التبول المتكرر وجود تقلصات اسفل البط قلم بسيط في الظهر بس خلي بالك الاعراض دي ممكن تكون بسبب اسباب تانية غير الحمل علشان كده اهم شيء هو عمل اختبار حمل منزلي للتأكد لو كانت النتيجة ايجابية لازم تزر الطبيب علشان يتابع حملك ويأكد صحته وبكده نكون عارفنا اجابة سؤال هل يحدث حمل بعد الغسل من الدورة بيو الاجابة نعم ممكن يحصل ببساطة الحمل ممكن يحصل في اي وقت خلال الدورة الشهرية بس فرصته بتكون اهلا في فترة الاباضة لو كنت بتخططي للحمل او بتحاول تتجنبيه لازم تعرفي تحددي ايام الاباضة الخاصة بيك علشان كده الفيديو القادم ان شاء الله هيكون عن كيفية حساب ايام الطبوين ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ولايك ويضعوا تعليق جميل عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ولو عندك اي اسئلة اكتبعها في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة